موسيقى موسيقى السلام عليكم لحضوري هنا في مدينة فاس إن شاء الله لدينا واحد من الماستر كلاس في المغرب كله إن شاء الله تنظيم شركة اليوم بيانسور نخدمه بالمكياج لكي نتخذ هذا المنتج المغربي نشجع شركة أجنبية اليوم يجب أن نتخذ بالمكياج ومثلت في مكياج خطير وكما نقول هناك دورة كلاس ومثل فيها صورة ومثل في مكياج ومثل في مكياج ويشعر ومثل فيها كان حضورا قوي وكذلك تصل بالمسؤولين وإن شاء الله تنظيم في مجمع المدن المغربية وكذلك في أوروبا، في تونس، الجزائر والخليج إن شاء الله المعايير كان لعب على سمبليسيتية على البساطة لكي لا كان لوتان مخدوم جيدا وكانت البساطة في لوتان وكان لوتان مخدوم تكون أحسن تقبص وكترات الماكياج حتى بالنسبة للعينين نحاول أن نخدمه العين بسيطين ونخدمه دفاغة النيود وكترات المغربية وكترات المغربية وكترات المغربية لا أستطيع أن نخدمه في مراكش لدينا التزامة وعندنا زبائن كما نقول أكثر من المراكش يجب أن يأتي في مراكش لديك ضرائب ومسائل يجب أن ينسع بعد الفنانات نحطرهم ونخدمهم في أي وقتها أول مرة نخدم مريم حسين مريم حسين كانت أطلالة لها غير كما قالت لي هي غير على كي تطلع لكي تشعر وهي حكم تجربة وحكم أن لدينا دمال المكياجات وصراحة لا أستطيع أن أقول إن تطلبني الناس في الخليج ويطلبني كذلك في أوروبا وإن شاء الله أحب أن أتعلم إنهم يطلبني الكثير في أوروبا بزاف الحمد لله. ساميرا سعيد اصلا ما شاء الله زوينة ولكن ما كيعتواش حقا في الماكياج يعني انتي كتشوفي في الخليج كي لاب بزاف الفوتوشوب واخا كتكون ماكياج مباشرة ماشي هو كيف كتشوفي. ساميرا سعيد زوينة يعني باش ماكياجها سامبل هادي كتكون فينا ما شاء الله اسمنا المنور جلادو ديك السيداج إنسانة مغربية محضة بمع ذلك كلمة كصوت كحضور كإنسانة شرفات المغرب داخل الوطن وخارج الوطن يعني كنا اعتبرها فنانة الرقم الصعب في المغرب مكياجها رائع وخلوقها وانا كتعجبني يعني انسان لك لفون ديك لازوين بلا مكياج لعاجبك سلمة راشيد خدمت مع بلوزيو وعندي مع اعمال مكياجها زوين اللي درت تتجيع لها يعني عطاها الله لباز اللي درت تتجيع لها ما شاء الله علاقة زوجة بالزوجة ديالو والابناء ديالو يعني كعلاقات اي اسرة بلدية بسيطة يعني عيشني معي وليدية اخوتي الحمد لله هازين عليها واحد النص ديال ديال ديالتقل كما تنقوله المرة ديالي عارفاني حكمتنا ديبلاسة بزاف وهذا وعندي صحاباتي بزافة الناس يقول لك علش جود تتلمل حناك ودكشير عندي صحاباتي يعني كيين صاحبير كيين صاحبتي لقرات معايا وصديقتي عارفاني حمق عارفاني هبيل مهور لا تسويق ليش وليداتي كي يحمقوا عليها بسيخطوا فارح عبد النور والدمو والدمو للا جنوانها تكون ودباها عندك شبال جدتي الله يرحمها فهذا الدومين في المجال ديال الماكياج ولا لا في مجال في الغزو سوسو ما الأحسن تبقى الأسرة ديال الانسان في الخفاء ما ممكنش أنا نبيي نولادي ما ممكنش أنا نبيي نمراتي لأم ديالي يا راسي وعيني حني ناس يحبوها لأب ديالي كي بغيوه كذلك وليداتي تبقوا السر ما نقدرش أول حاجة الإنسان اللي ميدخل المجال ديال الميكاب أول حاجة تكون الإنسان كي بغي دك الدومين كي يحب هذا الدومين بشي أعطيفه كذلك الإنسان يجدهد ويكون الرأس صغير بس كن إنسان لكي يكون الرأس صغير بشي أعطيف الدومين دياله أحسن و لا يكون شيء تحرص بهذا المصطلح هذا كنت ندرس الميكاب هالسونك دي ما تبقى البساطة والألوان الهاديئة هما الطوب يعني واخد قولي يا راكي خرجوا يعني كما كان قولو في الألوان اللي كتكون شوية جريئة بحل الجون البلو يعني بنسبة لماكياج جيلي شوتينج أما بنسبة لحنا كمغربة في الماكياج جيلي العرائس كتبقى الألوان الهاديئة ترابية لنيود سيدلا كلاس مع مراك التغير قلت إن شاء الله إذا كانت الفرصة لأحلام علش الله نتمنى أنه ماكياج مغريبي اللي كور راسه برسول الشق طريقه إن شاء الله تكون تجربته على أحلام يعني دي جا خدمنا مع فنانة خليجية خدمت مع أريام الإماراتية خدمت مع اسميتها العراقية رحمة رياض في برنامج حلوات رمضان وخدمت مع رولا سعد في أي زمان كتبقوا كانت من شاء الله تجين الفرصة مع أحلام وتشوفوا التغيير يعني ميكا ماكياج جواد قانانا كان نقول ناس ليك أتحب جواد قانانا شكراً من الزافة المسندة دي للكم بيكم باش وصلنا بتشجاعة دي للكم بالحب دي للكم وتنقول للمجلة سلطانا شكراً للحضور دي للكم المستر كلاس دي لنا اللي منطمعها ياناندوان مع شركة لويم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جم